اهلا بكم اعزائي المتابعين معاكم الدكتور تامر لو عيان جالك وعنده 30 سنة واكتشفت ان السكر عنده عالي وعايز تعرف هو ده مريض سكر من النوع الاول ولا من النوع التاني تعمل ايه؟ كلنا عارفين ان لو جالك طفل مثلا 5 او 10 سنين والسكر بتاعه عالي فانت شبه متأكد ان ده نوع اول خصوصا لو الطفل رفيع مشتخين يعني وان جهاز المناعة بتاع هذا الطفل هو اللي هاجم خلايا البنكرياس وهو اللي تسبب في السكر من النوع الاول وهتديله انسولين وغالبا مش هتطلب اي فحصات تانية لان الصورة قدامك واضحة كذلك الامر لو جالك عيان عنده 45 سنة مثلا واكتشف ان السكر بتاعه مرتفع فانت برضو شبه متأكد ان ده نوع تاني وغالبا الشخص ده بيبقى عنده مقاومة للانسولين وممكن يكون فيه نقص بسيط في الانسولين وبتبدأ تديله علاج اللي هو اقراس وما بتطلبش منه فحصات تانية لان برضو الصورة قدامك الى حد ما واضحة لكن لو جالك شاب صغير 25 سنة 30 سنة ومفيش علامات تبين اوي اذا كان ده نوع اول او نوع تاني ساعات ممكن تحتار وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة والحلقة الجاية هتكلم عن انواع السكر النوع الاول والنوع التاني وباقي الانواع تقول لي وفيه انواع تانية للسكر اقول لك طبعا ده فيه نوع اول ونوع تاني ومودي ولادة ودراج انديوزد وجينيتيكس واضر ديزيززز وتوفيق العنخ وعالي دم دعانة ودوبيع وريله دم دا او تعسر فاستنى الحلقة الجاية عشان ندردش شوية عن انواع السكر بشكل عام حلقة النهاردة مخصصة للاطباء والطاقم الطبي وما تنساش في البداية اعملي لايك للفيديو لو عيان جاي لك وعنده 30 سنة ولقى ان السكر بتاعه مرتفع فاحنا بنحاول الاول بالكلينيكل نحاول نعرف هل ده تبع النوع الاول ولا تبع النوع التاني يعني مثلا لو كان العيان ده تخين مثلا فده بيوجهك اكتر انه نوع تاني مثلا لو كان عنده اكانثوذد نيجريكانس احد علامات مقاومة الانسولين تقولك انه نوع تاني لو كانت سيدة وعندها مثلا بوليسيستيك أوفري سندروم لو كان عيان عنده هايبرليبيديميا او عنده هايبرتينشن كل الحاجات دي تقول انه اكتر ناحية النوع التاني لكن لو المريض جاي لك رفيع فده ممكن يقولك انه نوع اول او لو عنده تاريخ مرضي في الاسرة عنده للنوع الاول من السكر اخوه مثلا عنده سكر من النوع الاول فده برضه يوجهك اكتر للنوع الاول كمان لو هو شخصيا عنده مرض مناعي تاني عنده جريفز ديزيز مثلا مرض مناعي في الغضة الدرقية او عنده سيلياك ديزيز مثلا فالحاجات دي تقولك انه اكتر نوع اول كمان احنا مش بنعتمد على الاعراض في تحديد النوع اوي يعني طبعا عارفين ان النوع الاول ممكن يجي بديك ايه اكتر من النوع التاني لكن مش بنعتمد على كده طيب ايه المهم العيان جاي لك وانت محتار مش عارف هو ده نوع اول ولا نوع تاني هتعمل ايه المفروض ان انت هتعمل تحاليل اجسام مضادة النوع الاول من السكر بيبقى فيه اجسام مضادة عشان ده مرض مناعي هاجم البنكرياس فاحنا بنقيس الاجسام المضادة لهذا الشخص وعلى اساسها بنقول انه نوع اول الاجسام المضادة اللي بنقيسها هي ايه بالزبط رقم واحد جاد 65 او جلوتاميك اسد ديكاربوكسيليز انتيبودز ودي الى حد ما دقيقة التحليل ده او الاجسام المضادة دي دقيقة وموجودة في نسبة يمكن 80% او اكتر من مرضى السكر من النوع الاول تحليل كويس الجاد 65 ده النوع التاني من الاجسام المضادة هو ايلت سيل انتيبودز والنوع التالت هو انسولين انتيبودز بس النوع ده اللي هو انسولين انتيبودز ده تخلي بالك ان لو المريض بتاعك بدأ بالفعل ياخد انسولين خارجي يبقى التحليل ده ملوش لازمة لان الانسولين الخارجي هيتكون ليه اجسام مضادة في جسمه وبالتالي التحليل هيطلع ايجابي فانت مش بتعمله لو كان بالفعل المريض بتاعك بدأ ياخد انسولين خارجي من اسبوعين او اكتر التحليل الرابع اسمه تيروسين فوسفاتيز انتيبودز او بنقول عليها IA2 انتيبودز وده برضو تحليل كويس وبدأ ياخد مكان التحليل التاني اللي هو Ilet Cell انتيبودز ده برضو تحليل كويس جدا والتحليل الخامس في الأجسام المضادة دي حاجة اسمها Zinc Transporter انتيبودز او بنقول عليه ZNT8 فهي دي معظم الأجسام المضادة اللي احنا بنقسها عشان نحدد ان ده نوع اول وخلي بالك مفيش تحليل واحد لوحده يقولك ان ده نوع اول وخلاص احنا لازم نعتمد على اكتر من نوع فلو عملنا الأجسام المضادة دي وطلع اتنين او اكتر ايجابيين فده تتعامل مع هذا المريض انه خلاص نوع اول وفيه هنا ملحوظة عايز اقولها ان في بعض مرضى النوع الاول يعني يبقى جايلك بالمواصفات كاملة للنوع الاول عايز اقولك سنه صغير اقولك عشر سنين ورفيع وجايلك التشخيص بتاعه جاي بديكي اي وما بيستجبش لأي اقراص وما فيش علامات مقاومة انسولين يعني كل حاجة بتقول انه نوع اول لكن تيجي تعمله الأجسام المضادة تطلع كلها سلبية لكن ده شيء نادر او حالات قليلة جدا وده بنقول عليه طايب وان بي اما بالنسبة لتحليل سيبيبتايد او تحليل الانسولين السيبيبتايد ده تحليل بنعرف منه اذا كان فيه انسولين داخلي بيطلع ولا لا لان البرو انسولين لما بيطلع بينقسم لانسولين بيبتايد وسيبيبتايد فانت لما تقسي السيبيبتايد وتلاقيه طبيعي او عالي فمعنى كده ان فيه انسولين داخلي بيتكون وبيقولوا ان السيبيبتايد لو طلع اقل من 6 من 10 نانو جرام بر ميليليتر فده غالبا نوع اول ولو كان واحد او اكتر فده غالبا نوع تاني لكن الفكرة ان السيبيبتايد يعتبر بنستشهد به على وجود الانسولين من عدمه لكن مش بيبين اوي الميكانيزم اللي حصل عشان الانسولين ده يقل فانت عشان تتأكد ان ده نوع اول بنعمل الاجسام المضادة لان النوع الاول زي ما قلنا بيبقى مناعي وهيكون فيه اجسام مضادة وخلي بالك برضو احنا مش بنعمل الاجسام المضادة دي لكل الناس احنا غالبا بنحكم كلينيكا اكتر لان التحاليل دي مش متوفرة كتير وغالية شوية فانت دايما بتشتغل كلينيكا اكتر ومش بنطلب التحاليل دي الا في الحالات اللي محيرك شوية ومش مشي معاك في اي نوع من النوعية وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضراتكم